اللي متشال ده متشال عن قصد ولا متشال مع الزمن طبق اللي مرسوم عليها وقعت طب ايه رأيكم في نفس المجبرة في نفس المنظر اليد دي متشالة الاسم متشال الوش متشال اليد دي متشالة مشانوش العصافير ليه العصافير مش مزعلهم لكن الشخص ده مزعله تعالوا نشوف منظر أوسع شوية عشان نعرف هل ده عمل تخريب بجد ولا قضاء وقدر لأنه ممكن تحصل فعلا ممكن الطبقة طوقة لكن لو لاحظتوا أن الإلهة دي موجودة مين الإلهة دي تعالوا نقرأ دي حتحور مكتوبة فوق وفي إله تاني موجود هنا وفي إلهة تانية موجودة هنا لكن الشخص ده مش إله متشال شايفين يبقى ده متشال عن قصد ومتشال في عصر مش في العصور الحديثة طب ليه متشال في عصر يشيل الاسم مع الوش مع كمان منطقة التقاصر أو منطقة العضو الزكري يبقى فيه هنا قصد بأن هذا الشخص لا يبعث مرة أخرى ويفنى في العالم الآخر فيه هنا قصد يا جماع عشان كده دايما نقول لكم لحاجة لها تفسيرها فما نعممش ونعرف الأول من الشخصية دي عشان نعرف هو ليه متشال كده أكيد عمل حاجة وحشة قوي قوي أيام لمصرين وقدمين بالرغم إنه هو المجبرة بتاعته مجبرة ملكية مش أي حاجة مثل جمال على أحلى متابعيه كنات مصر جميلة مع نرفانا إزايكوا عاملين إيه يارب تكونوا دايماً بسحة وضخير وبسلام في حلقة من الحلقات اتكلمت عن شخصية مريبة جداً شخصية مزدوجة في احتمال كبير جداً إنه هو يكون عميل مزدوجة اه والله وممكن يكون مشترك في اكبر قضية تخابر حصلت في الحضارة المصرية القديمة ايوة يا جماع في حاجة حصلت قلبة الدنيا قديما بعد موت الملك اخناتون هبقى اتكلم عن الموضوع ده في حلقة تاني بس الحلقة دي هكمل حكايتي عن اي لان انا في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن مجبرته اللي موجودة في تال العمرنة وان هي مكتوبة عليها مزامير داود اه والله فيه ناس كتير جدا عملت مقارنة وطولها الاتنين زي بعض عايزين تعرفوا معلومات عنه في الحلقة اللي فاتت لكن في الحلقة بتاعت النهار ده انا هتكلم عن مجبرته اللي موجودة في وادي الملوك لان المجبرة دي تعرضت لحاجات لا تتخيلوا الازى اللي تعرضت ليه المجبرة بتاح من رقم كي في 23 وهي موجودة في وادي الملوك وهي كبيرة جدا اكبر من مجبرة توت عن خامون اللي فيه ناس بتقول انه هو ان المجبرة دي اصلا كانت بتاعة توت عن خامون او كانت بتاعة اخناتون او كانت بتاعة اي مالك عظيم في المرحلة دي وهو خدها وده لتوت عن خامون المجبرة بتاعت الزغيرة قوي دي ازاي؟ لان اصلا اي مكانش مالك والعمره كان هيبقى مالك هو بقى مالك لما تجوز بنت المالك اني بقى بنت مالك؟ بنت المالك بنت المالك اخناتون؟ ولا بنت المالك امنحوته بالتالك؟ هنا فيه الغاز كتيرا بس انا مش هودر اتكلم عنها بس الاحتمالي الاكبر انه هو تجوز بنت المالك اخناتون وكمان زوجة المالك توت عن خامون اللي هي عن خسين امن تخيلوا يعني هو ده اللي تجوز ارمالي توت عن خامون وبزواجه من عن خسين امن اللي هي بتحمل الدم الملكين وهي زوجة المالك انتقل الحكم اللي اي فبقى مالك مصر بس ما عادش فترة طويلة وعلشان هو مالك مصر كان من حقه ياخد مجبرة من مقابر الملوك اللي كانت موجودة في وادي الملوك ودي اول علامة توضح لنا انه اذا الشخص كان وصولي جدا انه هو يوصل بالطريقة دي طبعا المجبرة بتاعته مش مكتملة لانه هو ملحقش يكملها لان انا كذا مرة اقول لكم ان اي مالك بيمسك الحكم او اي شخص بيمسك منصب اول حاجة بيعملها انه هو بيشتغل على مجبرته تخلص بقى في عشر سنين تخلص في عشرين سنة على حسب هو وعمره لكن هنا اي اساسا ما نعرفش هو مات انت علشان يدفن في المجبرة بتاعته ولا هو مات ازاي علشان يدفن في المجبرة بتاعته ولا هو اصلا فضل في مصر علشان يدفن في المجبرة بتاعته اي اختفى تماما من الاصارة المصرية بعد الحادثة اللي حصلت بعد ما حرمه حب افش الجواب ان راح للحسين اللي هي القضية اللي انا بقول لكم عليه اختفى هو واختفت ميرت اتون عن خسين اامون اختفت نيفرتيتي وكل الناس اللي كانوا موجودين في المرحلة دي اختفوا المشكلة مش في انهم اختفوا المشكلة ان فيه اصار بتوضح لنا انهم اختفوا عن قصد وانهم اختفوا بفعل بفاعل مش مسألة ان التاريخ نسيهم والله خلاص لان المجبرة دي اكبر دليل على الكلام ده ايه ازاي يا نرفانا تعالوا ندخل ونشوف المجبرة من جوه ونشوف القصار اللي جوه شكلها عامل ازاي اولا هي كوبي من مجبرة الملك توتا عن خعمون بالملي بس دي على اكبر وعلى انضف والتابوت اللي جوه كان تابوت زي بتاع الملوكة المصريين لما نيجي نشوف المناظر هنلاحظ ان المناظر فيه حد معين ميتشال ميتشال بطريقة مريبة الاسم الراس الاند حتى وهو قاعد على حجر ازوريس ازوريس موجود لكن هو ميتشال هنا هو وهو واقف اصاد الالها نوت وورا القب الملكية وورا حطحور هو بس اللي ميتشال حدت ان هما يشيلوا الاسم والوش والايد والمنطقة التنسلية دي كانت اكبر لعنة عند المصريين والقدماء بمعنى ان هما مش عايزين هذا الشخص يتقاصر او يتولي او يبعث او يروح العالم الاخر شالوه وشالو اسمه وشالو شكله وشالو كل حاجة خصة يبقى معنى ذلك ان هذا الشخص كان متورد في الاحداث اللي حصلت في المرحلة دي وكانت بمساعدته ومباركته فيه ناس لما شافوا الرسمة دي وهو ده بتعود لاي فيه ناس قالوا ان ده نبي لا ده مش نبي وفيه ناس قالوا ان ده سيدنا موسى لا ده مش سيدنا موسى ده اي ده مش اي شخصية دينية خلص هو عمل حاجة في المرحلة دي ايتشال المصريين القدباء لما رجعت ليهم المركزية الدينية زي ما حصل قبل ما يجي اخناتون وان اموني هو اللي يبقى الاله الرسمي للبلاد شالوا كل حاجة تخص اخناتون حتى سمنخ قراء احنا مش لقين لي اصف حتى التمثال بتاعه لو يمكن يكون بتاعه من حطب الرابع لو اخناتون قبل ما يتحول لاخناتون وفي احتمال ان يكون ده تمثال سمنخ قراء برضو فيه شخصية منها متشالة التابوت بتاعه برضو متشال منه الاسم والوش متخيلين وكمان المميزة نفسها كانت وصلت لمرحلة التحل يبقى اللي حصل في المرحلة دي حاجة فوق الوصف ملعاش علاقة خالص بالديانات الموجودة حاليا خالص هي ليها حاجة خاصة بالامنة المصري في ذلك الوقت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة